خلال مناظرة المرشحين الجمهوريين للانتخابات التمهيدية في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض التي جارت في كارولاين الجنوبية احتكر دونالد ترامب الذي يتقدم منافسيه حيزا من المناظرة إلى جانب تاد كروز الذي يليه في الترتيب وكنوذرائه انتقد السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي وقال ليست لدينا حدود وجنودنا يعاملون بفضاعات والهجرة غير النظامية لا يمكن تصورها إن بلادنا يسيرها أناس عديمي الكفاءة وأنا غاضب وآخذ ترامب على كروز ولادته في كندا وقال إن ذلك يحرمه من الحق في تولي الرئاسة وعلق كروز قائلا إن ترامب قرر اختلاق أزمة للاحتفاظ بالمرتبة الأولى بحسب الاستطلاعات وقال تذكرون حين قال صديق ترامب في أيلول الماضي إن محاميه راجعوا الملف من جميع نواحيه وإنه لم يعثر على أي مشكلة بشأن مسألة مكان الميلاد والآن منذ أيلول الماضي لم يتغير الدستور ولكن أرقام الاستطلاعات تغيرت وركز المرشحون السبع هجماتهم على هيلاري كلينتون المرشح الأوفر حظا في المعسكر الديمقراطي وانتقد المرشح الجمهوري الآخر جاب بوش كلينتون قائلا يمكن أن نهزم هيلاري كلينتون لأنها تمثل كارثة فبلادنا يمكن أن تنهضا لأن أي شخص هنا هو أفضل منها وينتظر أن يعلن عن نتائج الانتخابات التمهيدية في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وانتظر أن نظر أن نظر أن نظر